تحب برحب بضيفي النهاردة في مصر الجديدة السيد وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر وبرحب بيك فاندم وبشكرك على قبولك الدعوة وتواصلك مع الإعلام أنا اللي بشكر حضرتك شكراً يا دكتور وأرجو أن حضرتك تستحملنا النهاردة لأن احنا بنعكس تساؤلات موجودة في الرأي العام بالنسبة لملف التعليم وهو ملف حيوي جداً ويمكن حضرتك يعني في غنى أن أنا أقول لحضرتك قد إيه الأسرة المصرية مهتمة بهذا الملف وعلشان نتفق من الأول إحنا عندنا بعض التغطيات المباشرة مع مراسلين سواء مع الأسر المصرية اللي لديهم بعض الأسئلة للوزير وربما ما تتعش الفرصة ليهم أنهما يقابلوك في أي حتة يعني فيقابلوك من خلال هذا البرنامج وفي نفس الوقت هتبقى يعني إيه أسئلة مربوطة بالواقع اللي حاصل بدل من الكلام العام في مسائل ربما في وقت تاني كنا نتراحها مع حضرتك زي مثلاً تطوير المناهج وما إلى ذلك طيب المنظومة كلها وربنا معاكم وإحنا عارفين كويس قوي إن ما فيش واحد جاي مسؤول حكومي بقاله نقول سنة سنة ونص إن شاء الله سنتين يتحمل فطورة التراكمات كل ده فاهمينه كويس أكتر حاجة دلوقتي وتلقيت اتصالات كتير جداً عن مسألة القتل الخطأ ومسألة الإهمال في المدارس كيف تتابعون هذا الملف حماية لأبنائنا من التلامزة في المدارس المصرية الموضوع خطير لأن كان في بعض التقارير كانت موجودة قبل بداية الدراسة أنه كله تمام فلما بدأت تحصل أحداث فبعنا نراجع نشوف الكلام ده إزاي كان كله تمام يعني عشان كده في ناس راحت النيابة في ناس تم عزلها في ناس تم تغييرها في ناس تحوق إيقاف عن العمل وتحول التحقيق بناء على الحاجات دي الموضوع المتابعة العملية التعليمية حضرتك بتبدأ من مدرس الفصل ثم ووكيل المدرسة سمى مدير المدرسة مدير الإدارة مدير المدري المنظومة فيها الكويس وفيها الوحش واغلبية الناس في التربية والتعليم كويسين القلة بقى القليلة اللي هي مش كويسة هي بقى اللي اديت بيانات خطأ وبناء عليه ما جاليش قبل بداية الدراسة ان في مشكلة في الحتة الفلنية عشان نروح نعالجها في أدوار كانت مش ملعوبة صح أو في تقارير ما كانتش مكتوبة صح عشان كده بقى لما حصلت فحصل انتفاضة فيمكن وانسي بريم ميحلي بتدخل بنفسه وشكل جاب كل ما هو يعني معني بالموضوع الهندسي زي مسلا اه 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 اتحاد المعاولين اه اه اتحاد المعاولين شرخ القبضة للتشد والبناء اه اه شركات زي المعاولين العرب وقرسكم اه نقابة المهندسين اه وزارات زي وزارة الشباب وزارة البترول وزارة الاسكان كويس وزعنا عليهم الجميع مدارس مصر كل جهة من دول خدت على الاقل لتلات محافظات اه عشان مراجعة بقى التقارير بتاعت المدارس وحالتها اه وفي منهم على فكرة يعني بشكرهم يعني في منهم بيخش رملاق حاجات بسيطة بيعملها يعني اه مش يعني ما بيكتفي يعني مش مكتفي انهم يعمل تقارير وبعتهن ويعملوها تابقوية